نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاقنا والواقع مستضيفين معنا فضيلة الدكتور حسن الخطاف دكتوراه في العقيدة الإسلامية نائب عميد كلية الشريعة في جامعة حلب سابقا أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور أهلا وسهلا حياكم الله مرحبا نفتتح هذه الحلقة مستحضرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فهل الإسلام عندما أراد أن يؤسس لمجتمعه نسف كل ما كان قبله من أخلاق أم أنه بنى على الأخلاق الإيجابية التي كانت موجودة قبله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بالنسبة للإسلام في واقع الأمر جاء من أجل الإصلاح وبالتالي ما كان جيدا أبقاه الإسلام وما كان سيئا أصلحه الإسلام الآن الفطرة الإنسانية فيها أشياء كثيرة جيدة وكذلك عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في العرب كانت هناك أخلاق واضحة وأخلاق جيدة فجاءت الشريعة الإسلامية أصلحت ما كان فاسدا أو أزالت ما كانت فيه شوائب أو قشور وإلا فإن الأخلاق لم تكن كلها سيئة من هنا يقول العلماء إن العرب كانت فطرتهم قياسا على غيرهم فطرة نظيفة من أين جاءت نظافة هذه الفطرة؟ نظافة هذه الفطرة باعتبار أن الله سبحانه وتعالى غرس في الإنسان في الأصل غرس فيه فطرة طيبة سليمة وهذا دور الأنبياء يأتي دور الأنبياء كلما جاء نبي أصلح هذه الفطرة يعني مثالها مثال أخي مثال الصائغ قطعة الذهب الآن تكون يعني لها بريق ولها لمعان لكن بعد اللبس تظهر عليه علامات التآكل وعالمات العلامات الرديئة والسيئة يأتي دور النبي ما هو؟ بمثابة الصائغ فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءت كانت فيه هناك كانت أخلاق طيبة وأخلاق موجودة من ذلك على سبيل المثال العفة العفة كانت موجودة عند العرب والعرب اشتهروا بها لكن انظر إلى واقع بعض العرب كيف فهم العفة؟ وصل الحرص على العفة أن يدفن بعض البعض أن يدفن بنته حية ما المقصود بكلمة العفة؟ المقصود بكلمة العفة كلمة في هذا السياق أن يحرص الإنسان على عرضه أن يكون عرضه نظيفا بعيدا عن كل الشوائب لكن لها مفهوم كبير العفة الآن عندنا عفة اليد من ذلك يعني أن لا تمتد يدي إلى جيوب الآخرين قضية الرشوة متصلة بالعفة نعم إذن الأخلاق في واقع الأمر كانت موجودة وهذا استمرار للفطرة الإنسانية الموجودة ليس هذا فحسب أخي بعض الناس للأسف يتصورون أنه لا توجد أخلاق حتى عند غيرنا لا نعم انظر إلى ما حدث في الثورة السورية هناك آلاف من الناس بل ملايين في العالم خرجوا نصرة للثورة وليسوا مسلمين أخي لماذا حركتهم الفطرة الإنسانية التي غرسها الله فيهم وهي حب العدل نعم إذن العفة هي خلق موجود كان عند العرب قديما وحافظنا عليه وحافظ الإسلام عليه نعم لكن كما قلت يعني أصلح ليس فقط العفة عندنا الكرم عندنا السخاء إلا أن هذه شابه بعض العيوب فهم العربي على أن السخاء أن تقدم للضيف كل ما تملك وهذا أمر جيد لكن أن يصل الأمر إلى أن تستدين أن تستدين وأن تتحمل عباء كبيرة من الديون من أجل إظهار هذا الأمر هذا فوق طاقة الإنسان نعم إذن من حيث الأصل الفطرة موجودة لكن الإسلام عندما تشوبها شائبة هذه نتيجة البعد عن النبوات يأتي الإسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاحها ومن هنا ما قال لأنشئ هذه الأخلاق إذن هي موجودة وإنما قال لأتمم نعم قد نرى هناك مشكلة في تطبيق مثلا مفهوم العفة نرى اليوم بعض الناس لا يرسلون بناتهم إلى الجامعات وخاصة في المدن المحافظة مثل حالة مثلا أو في بعض ريافها فما رأيكم بتطبيق هذا المفهوم بهذا الشكل هذا الأمر مرتبط صراحة مرتبط للواقع الذي نعيشه نعم نحن اليوم يعني كثير أنا أعرف باعتباري كنت مدرسا في الجامعة يعني الشبيحة صراحة كانوا يقفون على مفارق الطرق فعندما تشعر أنت أخي بابنتك أنها يمكن أن تتأذى أو يمكن أن تصاد من قبل أولئك الذئاب يجب عليك لا أقول يجب عليك هنا أن تحافظ على ابنتك وأن لا ترسلها لكن في الوقت ذاته أن لا نبالغ في هذا المفهوم نعم أن لا يكون هناك أخراط أو تشعر نعم يعني هناك الآن من يقف ضد تعليم المرأة بحجة ماذا يقول والله ربما يعني ينظر إليها الشاب وربما كذا يعني المبالغة في هذا الأمر هو خروج على المقصد نعم إذن التطبيق أيضا يجب أن يكون بتوازن وعدل نعم لو تعطينا مثلا آخر على القيم والأخلاق التي حفظ عليه الإسلام نحن ذكرنا أنه عندنا الأخلاق والقيم هي موجودة في الأصل نعم لكن الأخلاق والقيم يعني ربما تلتبس على بعض الناس مفهوم القيم نعم ما الفرق بين القيم والأخلاق؟ هل هناك من فرق بينهما؟ حقيقة يعني قرأت فيما يتصل بهذا الأمر هناك بعض الفروق ممكن أن تذكر هنا من هذه الفروق أن القيم ليس لها طرف آخر ليس لها مقابل أخي نعم يعني أنا أذكر مثال على ذلك الصدق الصدق الآن هو قيمة كبرى عند كل الناس ونقول عنه قيمة حسنة قيمة نعم كل الناس يحبون الصدق وبالأخص في الواقع الذي نعيش فيه نعم لكن المقابل عن الكذب لا تقول هذا قيمة نعم انظر بالنسبة للأخلاق نحن من جهة أخرى نقول الصدق من الأخلاق الحسنة والكذب من الأخلاق السيئة إذن الخلق قد يكون صحيحا قد يكون له خلق إيجابي وخلق سلبي أما القيمة فهي قيمة إيجابية فقط القيمة إيجابية القيمة لذلك تعريف القيمة هي مجموعة من القواعد الاختيارية السلوكية الإنسانية الممدوحة نعم فنحن ذكرنا فيما سبق أن الأخلاق يعني ما توصف بالمدح أو الذنب بالنسبة لجانب القيم لا توصف إلا بالمدح الطرف الآخر لا يوجد الصدق عندنا الآن كما ذكرنا الصدق هو قيمة حسنة عند الجميع العدل قيمة حسنة عند الجميع نعم هذا من جهة هذا فرق واضح إذن القيم القيم هي الأشياء التي تمدح مجموعة من القواعد السلوكية التي تمدح نعم الأخلاق لها جانبان جانب يمدح فيه وجانب الآخر السيء يدم نعم أما القيمة فتبقى محفظة على إيجابية دائما القيمة أخي عندما نقول هذه قيمة هذا أمر يعني على أنها هي موطن مدح هذا أمر نعم فضل الأمر الثاني في قضية الفروق القيم في واقع الأمر هي أكثر ثباتا وأكثر رسوخا وأكثر وضوحا يعني هناك شبه اتفاق على هذه القيم لو تعطينا مثالا يعني قيمة متفقة عليها لدى الجميع الآن نحن عندنا قيمة متفقة قضية العدل نعم لن تجد أخي سواء كان مسلما أو غير مسلم حتى أولئك الذين يعبدون البقر نعم يقولون بهذه القيمة يقولون بأن العدل حسن بقطع النظر عن الدين الذي ندين به لماذا؟ لأن هذه القيمة بلغت من الوضوح والرسوخ والثبات أن آمن بها الجميع فهذه قيمة حقيقة هي قيمة مطلقة نعم لكن الإشكال أخي الإشكال في هذه القيم لكن يمكن أن يكون الفرق من جهة النظر نعم من الجهة كيف يعني يعني الآن نحن نقول أن القيمة هي العدل قيمة المطلقة نعم الكل يقول بأنها قيمة مطلقة كلنا نحب العدل نعم حتى نحن قضية الثورة أخي العدل نعم خرجنا من أجل ماذا أخي؟ خرجنا من أجل من أجل تحقيق هذه القيمة في نفوس الناس ومن أجل الناس والشعب السوري في واقع الأمر لم يخرج من أجل السمن أو السكر أو الزيت أو ما إلى ذلك خرج بأبسط أن يطالب بأبسط الحقوق هي قضية العدل نعم لكن انظر كيف يعني تفهم أحيانا هذه القيمة أو تقلب من خلال الجهة الناظرة يعني الآن نحن خروجنا للثورة وما خرج به السوريون هو قيمة كبرى هي مطالبة بالعدل ولكن النظام النظام الآن ماذا يسمي هذه القيمة؟ يريد أن نسكك عن النظام نعم تزييفا للواقع وتغييرا لها يسميه إرهاب طب هذا بالنسبة للنظام نرى مثلا مجلس الأمن ما يسمى يعني مجلس الأمن المسؤول عن العدل في العالم أو حتى روسيا أو الدول الكبرى قالوا بأن خروج الشعب على النظام هو أمر خاطئ وأن العدل أن يبقى النظام هو المسيطر في سوريا نعم هذا المثال جزاك الله خير هذا المثال هو مثال واقعي للفرق بين كون القيمة يعني من حيث الواقع ومن حيث الناظر من حيث الحقيقة العدل كل الناس يقولون بوجود عدل ولو رجعنا إلى فطرتنا سواء أنا كنت أنا مسلم أو غير مسلم لقلت بالعدل لكن الجهة الناظرة الآن الأمم المتحدة أخي لها مصلحة أن تبقى سوريا يعني هكذا أن يعبث بها روسيا لها مصالح في هذا فتحول الظلم تحول الظلم الذي يرتكبه النظام ليس هذا الظلم إجرام في قمة الإجرام ربما تحول إلى عدل ليس روسيا أخي أنظر إلى إيران ماذا تفعل إيران الآن الآن تقتلنا باسم ماذا على أننا إرهابيون ونحن في واقع الأمر شعب بسيط طلب أبسط الحقوق هي قضية العدل التي ركزت عليها الشريعة الإسلامية والتي جاءت بها إذن هناك قضية هذا مثال واقعي مثال حي قضية العدل قضية العفة هذه الأمثلة كلها والنماذج كلها تبين بوجود فرق بين جهتين بين كون جهة ناظرة الجهة الناظرة هنا أخي تربطها مصالح نعم إذن ما هي مصالح الجهة الناظرة التي قد تؤثر على مفهوم القيمة هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل فاصل قصير ونعود أهلا وسهلا عزائنا المشاهدين لنتابع الحديث عن أسر المصالح في تغيير القيم لو نتابع الحديث في هذه المسألة فضلت الدكتور المصالح أخي تغير الحق باطلا وتقلب الباطل حقا وهذا أمر نلحظه لا نحتاج إلى دليل واقعنا وثورتنا السورية وتكالب العالم الذي كنا نطمع في واقع الأمر على الأقل أن يقول كلمة حق يعني الذي تفعله الآن ما يفعل لا نقول فقط النظام النظام يريد أن يحمي هذا الكرسي ويريد أن يحمي هذه الثروة لكن انظر الآن ما تفعله الدول الأخرى انظر إلى روسيا وهذا الموقف السيء الذي تفعله وجود مصالح أخي المصالح بلدنا بلد غني من أغنى ربما يكون من أغنى يعني أغنى البلدان الموجودة في هذه المنطقة زد على هذه المنطقة حيوية بلدنا فالمصالح التي المصالح هي التي تدفع روسيا إلى هذا الموقف والأسيما إلى أن يحموا ربيبتهم هناك نحن كثيرا ما نقول أمريكا 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 أو روسيا 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 في واقع الأمر كل هؤلاء الدول كل هؤلاء الدول هم يتآمرون على هذه الثورة السورية خدمة للمصالح ولو رجعت أخي انظر إلى ما حصل في العراق نعم من الذي دفع الأمريكان من آلاف الكيلومترات أن يأتوا إلى بلادنا إلى العراق التي فعلوا بها ما فعلوا وجعلوها هكذا لقمة وأخذت الميليشيات الشيعية تلعب فيها لعبتها من الذي جاء بهم؟ مصالح قضية المصالح ولا سيما تعلم حضرتك قضية النفط والثروات وما إلى ذلك نعم هنا موضوع متصل بهذا السياق وهو قضية الجهد نحن خرجنا طلبا للعدل وهذا الخروج كان عن طريق الجهد ولكن بالمقابل بعض المنظمات أو بعض الدول وصفتنا بأننا إرهابيون وصفت الذين خرجوا لمطالبة بالعدل بأنهم إرهابيون ما قولكم في هذه المسألة؟ أخي هذا نوع من حماية المصالح يعني لو رجعنا قليلا نفس السؤال السابق هم حتى يحموا مصالحهم عليهم أن يصفوا هذه الثورة السورية بصفات أخرى ربما بأنهم إرهابيون بأنهم قطع طرق بأنهم كذا وكذا وكذا لكن نحن الآن نحن لو رجعنا إلى فطرتنا وإلى ديننا ما الذي نفعله نحن؟ عندما خرج السوريون خرجوا من أجل ماذا أخي؟ خرجوا من أجل ندافع أن يطلبوا أولا أن يطلبوا أن يطلبوا جزءا من الكرامة نحن لا نقول الكرامة الإنسانية جزءا من الكرامة بماذا قابلهم النظام؟ كلنا نعلب بالقتل والتشريد والتدمير وما إلى ذلك يعني هو الذي فرض علينا كسوريين هذا النظام المجرم العفن هو الذي فرض علينا ماذا؟ فرض علينا صراحة فرض علينا أن نحمل السلح دفاعا أنفسنا نعم ما نفعله اليوم ما يفعله الثوار اليوم هو نوع من الجهاد لماذا؟ لأنهم يحمون أخي يحمون على الأقل هو دفع للصائل ألا ترى على الصور كيف يعبث بالمساجد وكيف يؤله هذا المجرم؟ إذن هي ثورة ثورة من حيث الواقع هي ثورة لكن هذه الثورة غلفت بالجهاد ودخل فيها الجهاد إلى أعمق مفاصله نرى بعض الناس أخذوا نظرة سلبية عن الثورة مثلا هناك بعض الكتائب استغلت هذه الثورة وجعلت من الثورة وسيلة سطو وسيلة سرقة وسيلة لأن يأخذوا أكبر قدر ممكن من المراتب فهل يمكن للعدل أن يؤثر في الجهاد؟ نعم العدل لا شك نحن العدل عندنا في تاريخنا له علاقة بالجهاد أصلا العدل أخي العدل أن تطبيقه على نفسك ابتداء نعم هذا موجود عندنا في شريعتنا يعني تصور عندما جاء ماعز وجاءت تلك المرأة عندما تقول يا رسول الله إني أصبت حدا من الزنا فطهرني نعم إذن أولا أنت قبل أن ننتقل إلى قضية الجهاد أخي العدل مرتبط به كواقع مرتبط بالكلمة الطيبة مرتبط بالإنصاف أما في تاريخنا هناك نماذج كبرى ونماذج كثيرة جدا في قضية العدل لو تعطينا نموذج على الناس الذين سودت قلوبهم مما يجري الآن بسبب بعض الناس السيئين في هذه الثورة أن نبيض صفحة الثورة أمامهم أخي الآن يعني نخذ مثال على ذلك مثال قتيب بن مسلم الباهلي نعم هذا الرجل الذي فتح ما فتح فتح الله عليه ففتح نعم دخلوا إلى سمرقند سمرقند هذه بلاد من بلاد بخارة يعني الإمام البخاري بخارة أي في إيران في العراف لا هي حقيقة سمرقند وبخارة هي من أسبوكستان نعم وهي تعتبر سمرقند من أكبر المدن الموجودة ربما الآن يعني عدد السكان ربما يصل إلى 400 ألف نعم وهي فيها يعني فيها من العلماء ما شاء الله بجميع الاختصاصات نعم كيف دخل قتيب بن مسلم الباهلي وقارن بينما يفعل أحيانا من بعض الجماعات يعني الجماعات الحقيقة الإرهابية التي ينطبق عليها بمفهومنا نحن وبينما فعله قتيب بن مسلم الباهلي قتيب كقائد أراد أن يأخذهم على حين غره فاجأهم داهمهم فجأة هكذا استطاع أن يدخل عليهم سمعوا أن الشريعة الإسلامية تطلب من الناس تعرض عليهم ثلاثة أشياء إما الإسلام أو الجزياء أو القتال آخر شيء فجاء كبيرهم ورفع شكوى عند القاضي وفي ذلك العصر أخي في ذلك العصر عصر العدالة المطلقة يمكن أن نقول عصر سيدنا عمر بن عبد العزيز رفع شكوى إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز أنفعل أميركم بنا كذا كذا من غير أن يمهي لنا ومن غير أن يعطينا خيارات نعم بعث إلى القاضي وكان القاضي يسمى جميع بعث إليه أن أنظر في هذه الشكوى قضية حقيقة من أرواع ما يذكره وكان نحن بحاجة إلى هذه أرواع ما يذكره قدم شكوى وجلس استدعى جميع القاضي جميع استدعى قتيبة بن مسلم الباهلي وهو قائد الجيش أنظر هل نحن نستطيع في أمننا عندما كنا تلك الأيام السوداء المظلمة هل أحد يستطيع أن يستدعي فرعا عنصرا إلى فروع الأمن هذا العنصر يستدعي أكبر شخص مهما كانت مرتبته يستدعيه إلى فروع الأمن ويفعل به ما يشاء انظر يجلس قتيبة بن مسلم الباهلي رضوان الله عليه يجلس أمام القاضي مع كبير الكهنة ليسأله ويقول له هل صحيح أنكم دخلتم يا قتيبة انظر لم يقل له يا سيدي ويا أميري ويا كذا كما نعم كالتعظيم الذي نلحظه هنا يا قتيبة باسمه يا قتيبة هل دخلت إلى بلادهم من غير أن تنذرهم قال نعم قال من لماذا قال لأن البلدان المجاورة البلدان المجاورة يعني فتحناها جميعا كلها بالقتال كنا ننذرهم ننذرهم لا يسمعون لنا والحرب خدعة نعم فقال إذن إذا كنت تقر بهذا إذا كنت تقر بهذا فلا حاجة إلى بينا نعم يقول نعم نعم لحاجة إلى الشهود لأن المدحي المدع عليه إذا أقر أخي لحاجة إلى البينا هذا موجود نعم فماذا قال قال يا قتيبة أمرنا بأن تخرج جندك وما تملك سبحان الله من رجال ونساء وعتاد وما إلى ذلك خارجا خارج البلد على أن تنذرهم مرة والله إنها لا قصة تشعر لها لبدا والله هذه القصة عندما أخي عندما يقرأها أحدنا يجد أمرا غريبا في التاريخ يعني استحضرتني كلمة قال له يا قتيبة ما فتحنا تلك البلدان بالخديعة نعم أمرنا أن تخرج ما تملك وأن يخرج الرجال والنساء والعتاد والدواب وما إلى ذلك ما هي إلا ساعات وإذ يسمعون صوت وضوضاء وضجيج وكذا الناس ماذا حدث ماذا حدث أهل سمرقان نعم ما كانوا يصدقون أن هذا القاضي يمكن أن يسمع لهذا القاضي ما كانوا يصدقون هذا ما هي إلا لحظات أخي وإذا يخرجون خارج خارج على بعيد عن المدينة في هذه اللحظة يعني أمر غريب جدا خرجوا هكذا إلى الجبل أخي خرجوا إلى الجبل كلهم عندما شاهدوا هذا المنظر الغريب العجيب خرجوا الله هكذا كلهم يقولون آمنا بالله تعالوا مرة أخرى ما رأينا أرحم منكم هذه قيمة كبرى أخي كانت تطبق في التاريخ نعم تزاكم الله وكل خير هنا نرى أن هناك ضوابط للأخلاق فهل هناك ضوابط واضحة وصريحة لتضبط الأخلاق عامة أخي الأخلاق يعني إحنا في شريعتنا الأخلاق يعني حقيقة هي علم كبير جدا تربطوا سموكنا وتربطوا أخلاق يعني الأخلاق هي ثمرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أنت استفتحت حديثك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق وربنا سبحانه وتعالى في أعظم وصف وصفه وإنك على خلق عظيم الأخلاق أخي هو علم وليس فرعا من علم وهذا موجود الأخلاق لأنها تربط سلوك المجتمعات وإلا الناس من غير أخلاق تصبحوا كالدواب تصبحوا كالبهائم يأكلون بعضهم ولذلك ترى الآن عندنا الأخلاق الذئبية يقول إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب فالأخلاق علم له أصوله وأسسه وقواعده من أجل تربية المجتمع وهذا ما سنعمل عليه إن شاء الله تعالى جزاكم الله كل خير نشكركم جزيلا شكر فضيلة الدكتور حياكم الله وبرك الله فيكم شكرا عزيزانا المشاهدين على حسن المتابعة لنلقاكم في حلقاتنا القادمة تنتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة